طيب النقطة التانية وحرجع للكلام بتاع انبارح اللي هو بعض الناس اللي بتحب الترند اللي واخدين التحليل سبوبة من اجل شيء واحد زي ما قلت لحضراتكم او حاجتين يا لايكات بتقعد تعمل لايك او عدد مشاهدات حد بيقول تانا يقولك ايه النادي الاهلي صرف 250 مليون في اتنين لعيبة هم مودست ووسام ابو علي فلوس ايه يا سيدي اللي انت عملت احسب قبل ما اروح وقولك احسب عدد البطولات اللي اخدها النادي الاهلي بسبب وجود هؤلاء اللاعبين وهذا المستوى من اللاعبين في النادي الاهلي على المستوى المحلي والمستوى الافريقي خليني اقولك انت مالك هو انت اللي هتحسب النادي الاهلي انت مين يا فلان عشان تحسب النادي الاهلي او تتكلم عن النادي الاهلي أصرف مية أصرف متين أصرف خمسمية أصرف ملاي الأرقام دي غير صحيحة بالمناسبة ولكن يعني مصرف زي مصرف مش يمكن صرفت أكتر من دول ويمكن أقل من المتين وخمسين اللي أنت بتقول عليه برضو في الآخر يعني إيه اللي يخصك في هذا الأمر إن أنا أشتري لعيب بخمسمائة مليون محدش يخصه هذا الأمر هو عندما ينظر النادي الأهلي لأي لاعب بالمناسبة بينظر له من الناحية الفنية فقط بعيداً على أي شيء هل النادي الأهلي حيستفيد النادي الأهلي فريق الكرة مثلاً هل حيستفيد بهذا اللاعب ولا لأ الراجل المدير الفني له القرار الأول والأخير دائماً المودست حيفيد النادي الأهلي النادي الأهلي جاب مودست للراجل اللي النادي الأهلي اختاره إدارة الكرة في النادي الأهلي برئاسة كابتر محمود الخطيب اختارته عشان يبقى مدير فني للنادي الأهلي ولا حضرتك بتعمل زي ما المثل بيقول يقول لك ما لقوش في الورد عيب فقال لك يا أحمر الخدين ابناني الأهلي بيجيب صفقات هو حر من وجهة نظره هناك لجنة فنية بتدرس كل طلبات المدير الفني ثم تعرضها على شركة الكورة ويتفق مع المدير الفني على الأسماء ويطلع الكابتن أمير توفيق يروح يتفاوض وفي النهاية بيجيب اللعيب اللي عايزه الراجل قادي القصة قادي العمل المؤسسي اللي أنا بتكلم دايما فيه فبدل ما حضرتك عملت بتدرس وتذكر النادي الأهلي تقدر تعمل كده في النادي عندك واللي بتشجعه واللي بتحبه بالمناسبة ليه هو والأي حد روح ادرس مشاكل النادي بتاعك وحاول تحلها لأنه في مشاكل كثيرة جدا أو تكون بتعمل حاجة مفيدة لناديك بدل الهبد اللي حضرتك طلع تقوله والله أنا بتكلم هنا بلغة السورشال ميديا لغة الهبد دي السورشال ميديا الحمد لله ما عرفش برضو في وسط دراستك لمشاكل النادي الأهلي هل حضرتك درست ميزانية النادي الأهلي وصلت لكام؟ ولا ما تعرفش؟ هل تعلم أن الميزانية الأعلى والأكبر في كل أندية مصر هي النادي الأهلي؟ هل تعلم وفكرت في هذا الأمر أن نادي الأهلي من حقه أنه يدعم ويطور من فريق الكرة وفقا لحجم البطولات اللي بيشارك فيها؟ اللي بتجيب له مدخلات أكتر من اللي هو بيتفحب كتير؟ أنا عارف أن أنتو يعني أي حد بيتكلم في مثل هذه الأمور لا يعلم قيمة كاس العالم للأندية لأنه ما اشتركش فيها ولا يعرف ولا عدها ما عداش حتى من قدام الستوديو اللي بيتعامل فيه الأهلي في المونديال مش هقول بقى كاس العالم في الستوديو اللي اتعامل فيه الأهلي في المونديال فمثلا هل حضرتك تعلم أن وصولك للميداليا البرونزية بيديك فلوس كويسة من الاتحاد الأفريقي؟ أصرفها إزاي؟ ده النادي هو اللي يقول أو مش حد تاني يعني أو بلاش بعيدا عن الصرف هل تعلم أن من الطبيعي أنك يجب أن تبرم تعاقدات قوية على قدر الأحداث اللي أنت بتشترك فيها؟ ما حد يش يعرف يعني إيه دوري أفريقي غير النادي الأهلي ما حد يش يعرف يعني إيه كاس العالم للأندية غير النادي الأهلي ما حد يش يعرف يعني إيه عدد كبير من دوري أبطال أفريقيا غير النادي الأهلي ما حدش يعرف يعني ايه كم واربعين دوري غير النادي الاهلي كل الحاجات دي بتيجي بالمجهود والعرق وان انا بعمل فريق اللي بيتناسب مع طموحات جمهور الاهلي من وجهة نظري مش من وجهة نظر انا اسلام من وجهة نظر الثلاث اركان اللي موجودين في النادي اللي انا قلت لحضراتكم عليها لجنة الكورة بيخات كابت الخطيب ولجنة تخطيط بيخات كابت الخطيب والمدير الفني وشركة الكورة التلاتة بيتطفق على الاسماء وبيروحوا الامير يعمل لشغله انا فاهم ان فيه ناس مش هتفهم هذا الكلام متأكد وعارف واعلم تماما ولكن في النهاية انا بحكي بس في الامر ده ليه عشان تبقى اي واحد طالع بدل ما انت قاعد بتدرس مشاكل النادي الاهلي روح ادرس مشاكل الاندي الاخرى وشوف الدنيا مشت زي هينيك النادي الاهلي مش محتاج حد يدرس مشاكله لانه بيعرف يدرس مشاكله كويس ويحلها بشكل واضح